تحت عنوان اكتوبر وخارطة المستقبل نظمت القوات المسلحة ندوة استراتيجية علمية تناولت العوامل والتحديات المرتبطة بالامن القومي وبناء مصر الحديثة والتي تأتي في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحديث والاربعين لانتصارات اكتوبر المجيدة اجتملت الندوة على مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها المحور المعلوماتي الذي تناول اهم التهديدات والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الامن القومي المصري داخليا وخارجيا ووضع الاليات المقترحة لمجابهتها والتصدي لها كذلك المحور السياسي والذي استعرض خلاله الاساز الدكتور جمال سلامة استاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة بجامعة السويس التوجه السياسي لبناء مصر المستقبل واستراتيجيات الارادة السياسية وتوجهاتها نحو استعادة الثقة للسياسي المصري واستعرض اللواء دكتور احمد عبد الحليم الخبير الاستراتيجي من خلال المحور العسكري اسس بناء العقيدة العسكرية المصرية التي تحقق الامن القومي لمصر بمشاركة قوى الدولة الشاملة خلال المرحلة القادمة وتناول المحور الاقتصادي بالندوة البناء المؤسسي لاقتصاد مصر المستقبل تحدث خلالها الاستاذ الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق عن المقومات والامكانيات الاقتصادية الموجودة بمصر وآليات النهوض بالاقتصاد المصري وتحدثت المستشارة هاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا خلال المحور التشريعي والقانوني للندوة عن الاطار التشريعي والقانوني لبناء مصر المستقبل على اسس تكفل الحقوق والحريات وتحقق الامن والاستقرار وتحافظ على السلام الاجتماعي داخل المجتمع المصري وفي نهاية الندوة تحدث اللواء عبد المنعم كاتو الخبير الاستراتيجي عن التوصيات والمقترحات التي خلصت اليها الندوة لتحديد آلية مؤسسية لصنع القرار الوطني على المستوى الاستراتيجي في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية حضر الندوة عدد من كبار القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر